يقول السائل عملت عقد إيجار وهمي ولذلك لأجل أحصل على راتب الضمان الاجتماعي وصرف حساب المواطن مع العلم بأني محتاج وعاطل عن العمل فما الحكم؟ أولا ما يتعلق بالتحيل على الأمور المالية أنها ما تصح ولا يتمكن منها مبتغيها إلا بتوفي الشروط والقيود التي وجبت لها فيجب الأخذ بذلك والتحيل على هذه الشروط بإبطالها وآخذ هذه الأشياء المقتضية لها يعتبر عليكم من أكل المال بالباطل فعلى الأسجة تقول الله سبحانه وتعالى وولي الأمر حينما أعطى هذه المعطيات من بيت المال واشترط لذلك شروط تقتبيها المصلحة ويقتبيها دفع هذه المال إلى من دفعتنا يجب على كل حال التقيد بذلك وأما أننا نأخذ بالتحيلات فهذا غلط ويعتبر تحيلاً على مال حق بأمور باطلة للحسوم الذي عليه بغير حق ترجمة نانسي قنقر